بسم الله الرحمن الرحيم كثير من الناس يستخدم الويندوز 10 وفي الغالب يفتح نوافذ كثيرة فاليوم أن عرفت حركة تقدر عن طريقها أنك تصغر كل النوافذ ما عدا النافذة اللي أنت تشتغل عليها. كل عليك أنك أنت تروح مؤشر الماوس إلى النافذة اللي أنت تشتغل عليها. مجرد أنك تحركها يمين ويسار شوي فالآن راح تختفي جميع النوافذ وما تبقى إلا النافذة اللي أنت تشتغل عليها. مرة ثانية الآن راح أرجع أفتح جميع النوافذ اللي كانت مفتوحة وظاهرة على سطح المكتب فالآن على سبيل المثال أبغى بس فقط الويندوز يكسب لورر هو اللي يبقى. فمجرد أني حركنا في ديمين ويسار شوي فالآن راح تختفي جميع النوافذ. هذه المعلومة معرفتها الأمس فحبيت شارككم فيها أنه في ناس كثير تستخدم الويندوز. يلي تقولوا لي هل هذه المعلومة مفيدة وجديدة لكم؟ وهل تحبوني أشرح تلميحات عن الويندوز 10؟ رأيكم يهمني يعطيكم الفعافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.